طيب عشان ناخدها من الأول كده ناخد بس بداية التقويم الهجري لأن التقويم الهجري ما كانش معمول في عهد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مش اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقويم الهجري ابتدئ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء يعني بعد حضرة سيدنا النبي وانتقاله الشريف وبعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاء وجات خلافة سيدنا عمر اللي هي كانت عبارة عن عشر سنين وست شهور واربعة أيام دي مدة خلافة سيدنا عمر بن الخطاء طيب سيدنا عمر مش اخترع أو ابتدع لا ده سن سنة لأن سيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد طيب عمل سنة في الدين اسمها التقويم الهجري بمعنى عمل تقويم عمل كالندر كده هولي المسلمين مخصوص اللي هو الهجري إن احنا هنتبع تقويم هجري طيب يا سيدنا عمر طيب هنبتدي من امتى قال من هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وحضرة سيدنا النبي عنده 53 سنة يعني حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وعاش في مكة بعد البعثة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات إجمالي حياة حضرة سيدنا النبي 63 سنة طيب امتى سيدنا عمر قال هنعملها بعد هجرة سيدنا النبي. طب ليه بعد الهجرة؟ لأن سيدنا عمر قال إن الهجرة كانت فتحا للإسلام والمسلمين. نظرته إن سيدنا النبي رح عمل دولة. أنشأ دنيا جديدة صلى الله عليه وسلم. أقام دين صلى الله عليه وسلم. من هنا ابتدأت الرحمة لكل العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طيب سيدنا عمر قالها نجمع المسلمين. طيب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هجر في محرم. عشان هنبتدي السنة الجديدة في محرم. ما احنا هو أول يوم النهاردة. لا سيدنا النبي ما هجرش في محرم. الله أمل سهجر إمتى؟ سيدنا النبي هجر في ربيع. معقول في ربيع مدة هجرة سيدنا النبي كانت سبعة أيام. طيب ليه عملها في محرم؟ سيدنا عمر اجتمع مع الصحابة وقال لهم عاوزين نبدأ السنة بعد آخر ركن من أركان الدين اللي هو الحج. ما هو ربنا قال الحج وأشهرهم معلومات. اللي هي شوال ذو القعدة العشر الأول من ذي الحجة أو شهر ذي الحجة. فسيدنا عمر قال عاوزين بعد اجتماع المسلمين لأن كل المسلمين بيجتمعوا على الركن ده. كان مقر الخليفة في مدينة حضرة سيدنا النبي وكان بيكون موجود في الحج. فالطبيعي كل الناس بتكون موجودين معاه. فقال احنا نقعد مع بعض. وبعد كده يكون بداية للسنة الجديدة. فسيدنا عمر أشهر على المسلمين واتفقوا أن بداية السنة هتكون في شهر الله محرم أهو. يبقى. ده سيدنا عمر سن سن أهو. طيب. تقويم قمري. فيه فرق من تقويم شمسي وتقويم قمري. الشهور الشمسية اللي احنا عارفينها كلنا. اللي هي كنون ونسان والكلام ده كله. اللي هي يناير فبراير مارس أبريل وما إلى ذلك. طيب. فيه فرق بين الشمسي والقمري. الفرق في الحساب شوية في عدد الأيام. بتختلف السنة. فرق فلكي إلى حد من. آآ. بتفترق في الأيام. صحيح. بمعنى السنة الهجرية أو السنة القمرية. قال لي من السنة الشمسية بعشر تيام. حداشر يوم اتناشر يوم. يعني كل تلاتة وتلاتين سنة يكون فيه فرق سنة بين السنة القمرية والسنة الشمسية. آآ. فإحنا بناخد من دي بقى عشان الناس اللي عندهم زكاة. إحنا بنحسب على السنة القمرية. وكذلك الزروع والسمار على السنة القمرية. طيب. اللي بيتكلموا. ده اسمه تقويم للمسلمين. طيب. بمعنى المسلمين ما بيخدوش بالحاجات التانية. لأ. احنا عايشين بيها. وبناخد بيها. وبنتعامل بيها. طيب. وده اللي عمل سيدنا عمر. جعله خاص للمسلمين. طيب. هو سيدنا عمر عمل حاجة دي ليه؟ قال له لأنه شاف أن هجرة سيدنا النبي كانت فتح ونصرة للإسلام والمسلمين. لذلك يقول كده هو هجرته كانت فتحا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر حبي ذكرنا بهجرة حضرة سيدنا النبي. لأن الهجرة فيها دروس وعبر كتيرة. لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.